منصة الموت والإعدامات مكان مرعب وسط الحويجة أعدم عليها تنظيم داعش نحرا العشرات من منتسبيل أجهزة الأمنية والجيش والحجد والبشمرقر منصة ما زال الكثيرون من أبناء الحويجة يخشون الحديث عنها أمام الكاميرا لا أعرف ما أعبر لك يعني أكثر المكانات ألم أنه بهذا المنصة نعدمت هواية أبطال وترملت نساء وتتمت أطفال من القوات الأمنية والحجد الشعبي والبشمرقر الأماكن المجاورة وشارع الذي كان يسير فيه الضحايا نحو المنصة دمر بالكامل ويتساءل الكثير من أهاليهم عن مصيرهم حيث كان التنظيم يدفنهم سرا وفي أماكن مجهولة ورغم كل الجرائم التي اخترفها مسلح داعش إلى أن العام حسن الكردي رفض أن يترك منزله في الحويجة الذي ولد فيه وبقي صامدا حتى يوم التحرير ليكون شاهد عيان على وحشية لم تستثني أحدا من أبناء المحافظة كثيرون من أبناء الحويجة جاءوا متلهفين إلى مدينتهم فهذا الضابط جاء كأول رجل مرور للمدينة إلى أن الهدف الأساسي كان البحث عن أمه التي لم يراها منذ ثلاث سنوات والله أنا ما عارفش أمد ديان ونام والله هوية هذا الصوت والله والله بس ما شايفين هنة وبس انطورة ولا نرجع لكم إن شاء الله وإن شاء الله التباقين هن صامدين إن شاء الله الحويجة بعد تحريرها مدينة من الآلام والأوجاع الإنسانية حيث يعيش معظم من بقي في المدينة على مساعدات القوات الأمنية والمواكب الحسينية التي انتشرت فيها سران الدوودي الحرة كاركوك موسيقى موسيقى